بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس السابع من دروس تفسير سورة الرعب للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية التاسعة عشرة وما بعدها إلى الآية الرابعة والعشرين من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدني يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار يقول الإمام في تفسير قوله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى يقول هذا إشارة إلى المثل المتقدم ذكره وهو أن العالم بالشيء كالبصير والجاهل به كالأعمى وليس أحدهما كالآخر لأن الأعمى إذا أخذ يمشي من غير قائد فالظاهر أنه يقع في البئر وفي المهالك وربما أفسد ما كان في طريقه من الأمتعة النافعة أما البصير فإنه يكون آمنا من الهلاك والإهلاك ثم قال إنما يتذكر أولو الألباب والمراد أنه لا ينتفع بهذه الأمثلة إلا أرباب الألباب الذين يطلبون من كل صورة معناها ويأخذون من كل قشرة لبابها ويعبرون بظاهر كل حديث إلى سره ولبابه ثم قال تعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار يقول الإمام اعلم أن هذه الآية هل هي متعلقة بما قبلها أم لا فيه قولان القول الأول أنها متعلقة بما قبلها وعلى هذا التقدير ففيه وجهان الأول أنه يجوز أن يكون قوله الذين يوفون بعهد الله صفة لأولي الألباب يجوز أن يكون قوله الذين يوفون بعهد الله عفوا يجوز أن يكون قوله الذين يوفون بعهد الله صفة لأولي الألباب والوجه الثاني أن يكون ذلك صفة لقوله أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق والقول الثاني أن يكون قوله الذين يوفون بعهد الله مبتدأا وقوله أولئك لهم عقب الدار يكون خبره كقوله والذين ينقضون عهد الله هنا الإسم الموصول مع صلاته في موضع رفع على أنه مبتدأ أولئك لهم اللعنة خبره واعلم أن هذه الآية من أولها إلى آخرها جملة واحدة شرط وجزاء هذه الآية من أولها إلى آخرها هي عدد من الآيات يقول من أول هذه الآيات إلى آخرها جملة من شرط وجزاء وشرطها مشتمل على قيود وجزاؤها مشتمل على قيود شرطها مشتمل على تسعة قيود وجزاؤها مشتمل على أربعة قيود أما القيود المعتبرة في الشرط فهي تسعة القيد الأول قوله تعالى الذين يوفون بعهد الله وفيه وجوه الأول قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد العهد الذي عاهدهم عليه حين كانوا في صلب آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا والثاني أن المراد بعهد الله كل أمر قام الدليل على صحته وهو من وجهين أحدهما الأشياء التي أقام الله تعالى عليها دلائل عقلية قاطعة لا تقبل النسخ والتغيير والآخر الأشياء التي أقام الله تعالى عليها الدلائل السمعية وبين لهم تلك الأحكام والحاصل أنه دخل تحت قوله تعالى يوفون بعهد الله دخل كل ما قام الدليل عليه ويصح إطلاق لفظ العهد على الحجة بل الحق أنه لا عهد أوكد من الحجة والدلالة على ذلك أن من حلف على الشيء فإنما يلزمه الوفاء به إذا ثبت بالدليل وجوبه لا بمجرد اليمين ولذلك ربما يلزمه أن يحدث نفسه إذا كان ذلك خيرا له فلا عهد أوكد من إلزام الله تعالى إياه ذلك بدليل العقل أو بدليل السمع ولا يكون العبد موفيا للعهد إلا بأن يأتي بكل تلك الأشياء كما أن الحالف على أشياء كثيرة لا يكون ضارا في يمينه إلا إذا فعل الكل ويدخل فيه الإتيان بجميع المأمورات والانتهاء عن كل المنهيات ويدخل فيه الوفاء بالعقود في المعاملات ويدخل فيه أداء الأمانات وهذا القول هو المختار الصحيح في تأويل الآية القيد الثاني قوله ولا ينقضون الميثاق وفيه أطوال القول الأول وهو قول الأكثرين أن هذا الكلام قريب من الوفاء بالعهد فإن الوفاء بالعهد قريب من عدم نقض الميثاق والعهد وهذا مثل أن يقول إنه لما وجب وجوده لزم أن يمتنع عدمه هذا مثل أن يقول إنه لما وجب وجوده لزم أن يمتنع عدمه فهذان المفهومان متغيران إلا أنهما متلازمان فكذلك الوفاء بالعهد يلزمه أن لا ينقض الميثاق واعلم أن الوفاء بالعهد من أجل مراتب السعادة قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه والآيات الواردة في هذا الباب كثيرة في القرآن الآيات الواردة في الوفاء بالعهد وعدم نقض الميثاق كثيرة في كتاب الله عز وجل والقول الثاني أن الميثاق ما وثقه المكلف على نفسه فالحاصل أن قوله الذين يوفون بعهد الله إشارة إلى ما كلف الله تعالى العبد به ابتداء وقوله ولا ينقضون الميثاق إشارة إلى ما التزمه العبد من أنواع الطاعات بحسب اختياره نفسه كالنذر بالطاعات والخيرات إذن فالحاصل أن قوله الذين يوفون بعهد الله إشارة إلى ما كلف الله تعالى العبد به ابتداء وقوله ولا ينقضون الميثاق إشارة إلى ما التزمه العبد من أنواع الطاعات بحسب اختياره نفسه كالنذر بالطاعات والخيرات والقول الثالث أن المراد بالوفاء بالعهد عهد الربوبية والعبودية ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم إذن المراد بالوفاء بالعهد عهد الربوبية والعبودية والمراد بالميثاق المواثيق المذكورة في التوراة والإنجيل وسائر الكتب الإلهية على وجوب الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند ظهوره واعلم أن الوفاء بالعهد أمر مستحسن في العقول والشرائع قال صلى الله عليه وسلم من عاهد الله فغدر كانت فيه خصلة من النفاق وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى عهدا ثم غدر ورجل استأجر أجيرا استوفى عمله وظلمه أجره ورجل باع حرا فاسترق الحر وأكل ثمنه والحديث الأول رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر والحديث الثاني رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة إذن في البخاري أن الله عز وجل هو الذي قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة والحديث الذي أورده الإمام هذا القول منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره وقيل كان بين معاوية رضي الله عنه وملك الروم عهد فأراد معاوية أن يذهب إليهم وينقض العهد فإذا رجل على فرس يقول وفاء بالعهد لا غدر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا ينبذن إليهم عهده ولا يحلها حتى ينقضي الأمد وينبذ إليهم على سواء ولا يحلها حتى ينقضي الأمد وينبذ إليهم على سواء فقال معاوية رضي الله عنه من هذا قالوا عمر بن عيينة فرجع معاوية والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن سليم بن عامر وراوي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمر بن عبسة رضي الله عنه وليس عمر بن عيينة كما ذكر الإمام القيد الثالث والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وها هنا سؤال وهو أن الوفاء بالعهد وترك نقض الميثاق اجتمل على وجوب الإتيان بجميع المأمورات والاحتراز عن كل المنهيات فما الفائدة في ذكر هذه القيود المذكورة بعدهما والجواب من وجهين الأول أنه ذكر لألا يظن ظن أن ذلك فيما بين العبد وبين الله تعالى فقط فلا جرم أفرد ما بينه وبين العباد بالذكر يعني كما يجب الوفاء بالعهد مع الله عز وجل فيجب الوفاء بالعهد مع الناس والثاني أنه جاء للتأكيد إذا عرفت هذا فنقول ذكروا في تفسيره وجوها الأول أن المراد منه صلة الرحم قال صلى الله عليه وسلم ثلاث يأتين يوم القيامة لها لسان ذلق أي فصيح بليغ الرحم تقول أي ربي قطعت والأمانة تقول أي ربي تركت والنعمة تقول أي ربي كفرت إذن الأمانة تشكو الترك والرحم تشكو القطيعة والنعمة تشكو الكفران والقول الثاني أن المراد صلة محمد صلى الله عليه وسلم ومؤازرته ونصرته في الجهاد والقول الثالث رعاية جميع الحقوق الواجبة للعباد فيدخل فيه صلة الرحم وصلة القرابة الثابتة بسبب أخوة الإيمان كما قال إنما المؤمنون إخوة ويدخل في هذه الصلة إمدادهم بإيصال الخيرات ودفع الآفات بقدر الإمكان ويدخل فيها عيادة المريض وشهود الجنائز وإفشاء السلام على الناس والتبسم في وجوههم وكف الأذى عنهم ويدخل فيه كل حيوان حتى الهرة والدجاجة وعن الفضيل بن عياض رحمه الله أن جماعة دخلوا عليه بمكة فقال من أين أنتم؟ قالوا من خراسان فقال اتقوا الله وكونوا من حيث شئتم واعلموا أن العبد لو أحسن كل الإحسان وكان له دجاجة فأساء إليها لم يكن من المحسنين وأقول والقائل الإمام حاصل الكلام أن قوله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق إشارة إلى التعظيم لأمر الله عز وجل قوله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق إشارة إلى التعظيم لأمر الله عز وجل وقوله والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل إشارة إلى الشفقة على خلق الله تعالى القيد الرابع في الشرق قوله ويخشون ربهم والمعنى أنه وإن أتى بكل ما قدر عليه في تعظيم أمر الله تعالى وفي الشفقة على خلق الله عز وجل إلا أنه لا بد وأن تكون الخشية من الله عز وجل والخوف منه مستوليا على قلبه وهذه الخشية نوعان أحدهما أن يكون خائفا من أن يقع زيادة أو نقصان أو خلل في عباداته وطاعاته بحيث يوجب فساد العبادة أو يوجب نقصان ثوابها على ما قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون والثاني وهو خوف الجلال وذلك لأن العبد إذا حضر عند السلطان المهيب القاهر فإنه وإن كان في عين طاعته إلا أنه لا يزول عن قلبه مهابة الجلالة والرفعة والعظمة القيد الخامس قوله ويخافون سوء الحساب واعلم أن القيد الرابع إشارة إلى الخشية من الله عز وجل وهذا القيد الخامس إشارة إلى الخوف والخشية من سوء الحساب وهذا يدل على أن المراد من الخشية من الله تعالى ما ذكرناه من خوف الجلال والمهابة والعظمة وإلا لزم التكرار القيد السادس قوله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم فيدخل فيه الصبر على فعل العبادات والصبر على ثقل الأمراض والمضار والغموم والأحزان والصبر على ترك المشتهيات إذن فيدخل فيه الصبر على فعل العبادات والصبر على ثقل الأمراض والمضار والغموم والأحزان والصبر على ترك المشتهيات وبالجملة الصبر على ترك المعاصي وعلى أداء الطاعات ثم إن الإنسان قد يقدم على الصبر لوجوه أحدها أن يصبر ليقال ما أكمل صبره وما أشد قوته على تحمل النوازل وثانيها أن يصبر لألا يعاب بسبب الجزع وثالثها أن يصبر لألا تحصل شماتة الأعداء ورابعها أن يصبر لعلمه بأن لا فائدة في الجزع فالإنسان إذا أتى بالصبر لأحد هذه الوجوه الأربعة لم يكن ذلك داخلا في كمال النفس وسعادة القلب أما إذا صبر على البلاء لعلمه بأن ذلك البلاء قسمة حكم بها القسام العلام المنزه عن العيب والباطل والسفة بل لا بد أن تكون تلك القسمة مجتملة على حكمة بالغة ومصلحة راجحة يعني أن يعتقد بأن هذا البلاء قضاء وقدر من الله عز وجل قسمه العلام المنزه عن العيب والباطل والسفة بل يجب عليه أن يعتقد أن تلك القسمة مجتملة على مصلحة راجحة وإن لم يقف عليها هذا أولا ثم يرضى بذلك لأنه تصرف المالك في ملكه ولا اعتراض على المالك في أن يتصرف في ملكه أو صبر لأنه صار مستغرقا في مشاهدة المبلي فكأن استغراقه في تجلي نور المبلي أذهله عن التألم بالبلاء وهذا أعلى مقامات الصديقين فهذه الوجوه الثلاثة هي التي يصدق عليها أنه صبر ابتغاء وجه ربه عز وجل هذه الوجوه الثلاثة أن يعتقد بأن هذه المصيبة قضاء وقدر من الله عز وجل قسمه علام الغيوب المنزه عن العبث والعيب والباطل وأن يرضى بما قسمه الله عز وجل هذه نقطة ثانية والأمر الثالث أن يصير مستغرقا في مشاهدة المبلي فينسى البلاء فهذه الوجوه الثلاثة هي التي يصدق عليها أنه صبر ابتغاء وجه ربه عز وجل ومعناه أنه صبر لمجرد ثواب وطلب رضى الله تعالى واعلم أن قوله ابتغاء وجه ربهم فيه دقيقة وهي أن العاشق إذا ضربه معشوقه فربما نظر العاشق لذلك الضارب وفرح به فقوله ابتغاء وجه ربهم محمول على هذا المجاز يعني كما أن العاشق يرضى بذلك الضرب لالتداذه بالنظر إلى وجه معشوقه فكذلك العبد يصبر على البلاء والمحنة ويرضى به لاستغراقه في معرفة نور الحق وهذه دقيقة لطيفة القيد السابع في الشرط قوله وأقام الصلاة واعلم أن الصلاة والزكاة وإن كانت داخلتين في الجملة الأولى إلا أنه تعالى أفردهما بالذكر تنبيها على كونهما أشرف من سائر العبادات وقد سبق في هذا الكتاب تفسير إقامة الصلاة ولا يمتنع إدخال النوافل فيه أيضا القيد الثامن قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا وفيه مسألتان المسألة الأولى قال الحسن المراد الزكاة المفروضة فإن لم يتهم بترك أداء الزكاة فالأولى أداؤها سرا وإن اتهم بترك الزكاة فالأولى أداؤها في العلانية وقيل السر ما يؤديه بنفسه والعلانية ما يؤديه إلى الإمام وقال آخرون بل المراد الزكاة الواجبة والصدقة التي يؤتى بها على صفة التطوع فقوله سرا يرجع إلى التطوع وقوله علانية يرجع إلى الزكاة الواجبة المسألة الثانية قالت المعتزلة إنه تعالى رغب في الإنفاق من كل ما كان رزقا وذلك يدل على أنه لا رزق إلا الحلال إذ لو كان الحرام رزقا لكان تعالى قد رغب في إنفاق الحرام وإنه لا يجوز عند المعتزلة الحرام لا يسمى رزقا وعند أهل السنة الرزق قد يكون حلالا وقد يكون حراما القيد التاسع قوله ويدرؤون بالحسنة السيئة وفيه وجهان الأول أنهم إذا أتوا بمعصية درؤوها ودفعوها بالتوبة كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة تمحها والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وروا أحمد والترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ونظير هذه الآية قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقوله تعالى وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين والثاني أن المراد أنهم لا يقابلون الشر بالشر بل يقابلون الشر بالخير كما قال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ليس الوصول من وصل ثم وصل تلك المجازات لكنه أي الوصول من يستحق أن يسمى أو أن يوصف بكونه وصولا من قطع ثم وصل وعطف على من لم يصله الوصول من قطع ثم وصل وعطف على من لم يصله وليس الحليم من ظلم ثم حلم حتى إذا هيجه قوم اهتاج لكن الحليم من قدر ثم عفا وليس الحليم من ظلم ثم حلم حتى إذا هيجه قوم اهتاج لكن الحليم من قدر ثم عفا كما قيل العفو عند المقدرة وعن الحسن هم الذين إذا حرموا أعطوا وإذا ظلموا عفوا ويروى أن شقيق بن إبراهيم البلخية دخل على عبد الله بن المبارك رحمه الله متنكرا فقال من أين أنت؟ فقال من بلخ فقال وهل تعرف شقيقا؟ قال نعم فقال كيف طريقة أصحابه؟ فقال إذا منعوا صبروا وإن أعطوا شكروا فقال عبد الله بن المبارك رحمه الله طريقة كلابنا هكذا فقال وكيف ينبغي أن يكون؟ فقال الكاملون هم الذين إذا منعوا شكروا وإذا أعطوا آثروا فقال عبد الله بن المبارك الكاملون هم الذين إذا منعوا شكروا وإذا أعطوا آثروا واعلم أن جملة هذه القيود التسعة هي القيود المذكورة في الشر أما القيود المذكورة في الجزاء فهي أربعة القيد الأول قوله أولئك لهم عقبة الدار أي عاقبة الدار وهي الجنة لأنها هي التي أراد الله عز وجل أن تكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلها قال الواحدي العقبة كالعاقبة ويجوز أن تكون مصدرا ويجوز أن تكون اسما يجوز أن تكون مصدرا كالشورة والقربة والرجعة وقد يجيء مثل هذا أيضا على فعلة كالنجوة والدعوة وعلى فعلة كالذكرى والضيزة ويجوز أن تكون اسما وهو هاهنا مصدر مضاف إلى الفاعل والمعنى أولئك لهم أن تعقب أعمالهم الدار التي هي الجنة القيد الثاني قوله جنات عدن يدخلونها وفيه مسألتان المسألة الأولى قال الزجاج جنات عدن بدل من عقبة والكلام في جنات عدن ذكرناه مستقصا عند قوله تعالى في سورة التوبة ومساكن طيبة في جنات عدن وذكرنا هناك مذهب المفسرين ومذهب أهل اللغة المسألة الثانية قرأ ابن كثير وأبو عمر يدخلونها بضم الياء وفتح الخاء على ما لم يسمى فاعله والباقون يدخلونها بفتح الياء وضم الخاء على إسناد الدخول إليهم القيد الثالث ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وفيه مسائل المسألة الأولى قرأ ابن أبي عبلة صلحة بضم اللام قال صاحب الكشاف والفتح أفصح المسألة الثانية قال الزجاج موضع من رفع لأجل العطف على الواو يعني على الضمير في قوله يدخلونها ويجوز أن يكون نصبا كما تقول قد دخلوا وزيدا أي مع زيد المسألة الثالثة في قوله ومن صلح قولان الأول قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد من صدق بما صدقوا به وإن لم يعمل مثل أعمالهم وقال الزجاج بيّن تعالى أن الأنساب لا تنفع إذا لم يحصل معها أعمال صالحة بل الآباء والأزواج والذريات لا يدخلون الجنة إلا بالأعمال الصالحة قال الواحد والصحيح ما قال ابن عباس رضي الله عنهما لأن الله تعالى جعل من ثواب المطيع سروره بحضور أهله معه في الجنة وذلك يدل على أنهم يدخلونها كرامة للمطيع الآتي بالأعمال الصالحة ولو دخلوها بأعمالهم الصالحة لم يكن في ذلك كرامة للمطيع ولا فائدة في الوعد به إذ كل من كان مصلحا في عمله فهو يدخل الجنة ولو دخلوها بأعمالهم الصالحة لم يكن في ذلك كرامة للمطيع ولا فائدة في الوعد به إذ كل من كان مصلحا في عمله فهو يدخل الجنة يقول الإمام معلم أن هذه الحجة ضعيفة لأن المقصود بشارة المطيع بكل ما يزيده سرورا وبهجة فإذا بشر الله المكلف بأنه إذا دخل الجنة فإنه يحضر معه آباؤه وأزواجه وأولاده فلا شك أنه يعظم سرور المكلف بذلك وتقوى بهجته به ويقال إن من أعظم موجبات سرورهم أن يجتمعوا فيتذكروا أحوالهم في الدنيا ثم يشكر الله تعالى على الخلاص منها والفوز بالجنة ولذلك قال تعالى في صفة أهل الجنة أنهم يقولون يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وأقول يؤيد هذا أو يؤيد ما قاله الإمام قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء المسألة الرابعة قوله وأزواجهم ليس فيه ما يدل على التمييز بين زوجة وزوجة ولعل الأولى من مات عنها أو ماتت عنه وما روي عن سودة رضي الله عنها أنه لما هم الرسول صلى الله عليه وسلم بطلاقها قالت دعني يا رسول الله أحشر في زمرة نسائك كالدليل على ما ذكرنا يقول ما روي عن سودة رضي الله عنها كالدليل على ما ذكرنا القيد الرابع قوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وفيه مسائل المسألة الأولى قال ابن عباس رضي الله عنهما لهم خيمة من درة مجوفة طولها فرسخ وعرضها فرسخ لها ألف باب مصاريعها من ذهب يدخل عليهم الملائكة من كل باب يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم على أمر الله وقال أبو بكر الأصم من كل باب من أبواب البر كباب الصلاة وباب الزكاة وباب الصبر ويقولون ونعم ما أعقبكم الله تعالى بعد الدار الأولى واعلم أن دخول الملائكة إن حملناه على الوجه الأول فهو مرتبة عظيمة وذلك لأن الله تعالى أخبر عن هؤلاء المطيعين أنهم يدخلون جنة الخلد ويجتبعون بآبائهم وأزواجهم وذرياتهم على أحسن وجه ثم إن الملائكة مع جلالة مراتبهم يدخلون عليهم لأجل التحية والإكرام فعند الدخول عليهم يكرمونهم بالتحية والسلام ويبشرونهم بقولهم فنعم عقب الدار ولا شك أن هذا عين ما يذكره المتكلمون من أن الثواب منفعة خالصة دائمة مقرونة بالإجلال والتعظيم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي قبور الشهداء رأس كل حول فيقول السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والخلفاء الأربعة رضي الله عنهم هكذا كانوا يفعلون وأما إن حملناه على الوجه الثاني فتفسير الآية أن الملائكة طوائف منهم روحانيون ومنهم كروبيون فالعبد إذا راض نفسه بأنواع الرياضات كالصبر والشكر والمراقبة والمحاسبة ولكل مرتبة من هذه المراتب جوهر قدسي وروح علوي يختص بتلك الصفة مزيد اختصاص فعند الموت إذا أشرقت تلك الجواهر القدسية تجلت فيها من كل روح من الأرواح السماوية ما يناسبها من الصفة المخصوصة بها فيفيض عليها من ملائكة الصبر كمالات مخصوصة نفسانية لا تظهر إلا في مقام الصبر ومن ملائكة الشكر كمالات روحانية لا تتجلى إلا في مقام الشكر وهكذا القول في جميع المراتب المسألة الثانية تمسك بعضهم بهذه الآية على أن الملك أفضل من البشر فقال إنه سبحانه ختم مراتب سعادات البشر بدخول الملائكة عليهم على سبيل التحية والإكرام والتعظيم فكانوا به أجل مرتبة من البشر ولو كانوا أقل مرتبة من البشر لما كان دخولهم عليهم لأجل السلام والتحية موجبا علو درجاتهم وشرف مراتبهم ألا ترى أن من عاد من سفره إلى بيته فإذا قيل في معرض كمال مرتبته إنه يزوره الأمير والوزير والقاضي والمفتي فهذا يدل على أن درجة ذلك المزور أقل وأدنى من درجات الزائرين فكذلك هاهنا المسألة الثالثة قال الزجاج هاهنا محذوف تقديره والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ويقولون سلام عليكم فأضمر القول هاهنا لأن في الكلام دليلا عليه وأما قوله بما صبرتم فنعم عقب الدار ففيه وجهان أحدهما أنه متعلق بالسلام والمعنى أنه إنما حصلت لكم هذه السلامة بواسطة صبركم على الطاعات وترك المحرمات والثاني أنه متعلق بمحذوف والتقدير أن هذه الكرامات التي ترونها وهذه الخيرات التي تشاهدونها إنما حصلت بواسطة ذلك الصبر وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية الرابعة والعشرين ونقف عند الآية الخامسة والعشرين وهي قوله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين